السلام عليكم النهاردة بقى هننظف الكرشة ونخليها كده زي الفل زي البفطة البيضة زي ما انتم شايفين بدون اي اضافات وكمان بمية من الحنفية والسر في حاجة هقولكو عليها هتعملي لو معاكي عشرة كيلو من الكرشة هتنظفهم في عشر دقايق بسرعة السروح شايفين بقى واقولكو كمان على محلول يخلي الكرشة راحتها زي الفل لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشرفيني وتدعميني باللايك والشير واشتراكي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بصوا بقى الكرشة انا عايز اقرب لكو كده شوية الكاميرا عشان تشوفوا ما اخدتش خمس دقايق بالضبط وبقت بالجمال اللي انتم شايفينه ده وبدون بقى لقرص فوارة ولا ملح لامون ولا الغزع بلاتي اللي بيعملوها كتير في فيديوهات وممكن يكون كمان بيتحكوا علينا بصوا انا معايا هنا الكرشة اختي يعني كانت دبحة من العيد وبعد تالي متأخرة قلت لها هتيا عشان اعمل بيها فيديو فزا ما انتم شايفين كده الكرشة حطتها في الفليزر عندها لغاية دلوقتي كده طلعتها بس من الفليزر حطتها في حبة مية قلت بقى عشان اقوم اعمل لها بقى انا كنت محضر لها بصراحة ملح اللامون لان انا بحب اعملها على طول بملح اللامون والمية السخنة بس اول ما مسكت كده الكرشة لقيتها بتطلع فيدي زي ما انتم شايفين مش محتاجة اي اضافات ولا اي حاجة بصوا بتطلع بالايد كده بس انا جبت السكينة بقى شايفين اكسم بالله بدون اي اضافات نهائي مش اكتر من انا طلعتها من الفليزر حطتها في حبة مية من الحنفية مية بردة جدا ولا اي حاجة مجرد ما فكت جيت امسكها كده لقيتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده تبارك الله لو عندك عشرة كيلو هتعمليها كده هي كانت بصراحة اه بالصدفة اه ما كنتش عامل حسابي ان انا اعمل الفيديو بالطريقة دي انا كنت مجهزة عملته معاكم قبل كده بطريقة تانية فانا كنت مجهزة النهاردة بصراحة ملح اللامون كنت اعمله لاني متعودة اعمله دايما بملح اللامون والمية السخنة دايما انتم شايفين حط بقى اي كرشة عندك في الفيليزر وطلعيها ومش هتلاقي اي مجهود منك وهتبقى معاك زي الفل كده يضوبك كده اكحتيها بالثكينة وعلى فكرة هي كمان كنت ممكن عملتها بايدي بس انا قلت لسرعة الفيديو عشان تبقى اسهل اه ممكن كمان تحط قطع كده وتحكيها بسرعة جدا جدا هتعملي احلى احلى كرشة بجد وتعملي كمية كبيرة اوي 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 انظف هنا مكاني يلا بقى مستني ان انت تحطوا اللايك واعملوا اشتراك اه انا هنا معلش اتعورت بالثكينة بس يلا الحمد لله قدر الله ومشاء افعل هكمل معاك وكرشة زي منتو شايفين بكل سهولة يا جماعة بكل سهولة بجد مش محتاجة مني لمجهود ولا وقت ولا اي حاجة ولا اي اضافات ناس كتير بقى بتقعد تخترعوا بصراحة وصفات كتير اه بتطلع وصفات فشلة اه بجد اكسم بالله انا مش بقدم اي اي وصفة لما يكون يعني متأكدة منها او من نجاحها اه لانه حرام طبعا اكلف الناس واظروف الناس كلها يعني صعبة والحياة بقى الصعبة انا هنا نضفتها زي منتو شايفين يا دوبك شطفتها بس كده تحت الحنفية شايفين الجمال ما اخدتش مني خمس دقايق فتنضفة ولا مية ولا اي اي محتوى هنا بقى بحط علامة علاقتين كبار من الملح وبعصر عليها كده لمونتين اه المرحلة دي بقى منها محلول اه ومنها كمان ان انا لما باجي بعد كده اسبها لمدة نصف ساعة برجع احقها تاني لو في اي حاجة صغيرة بقى او كده زي منتو شايفين بتطلع بايدي كده لغاية ما تبقى زي الفل بتبقى ريحتها حلوة اوي اوي وكمان اه ضفت على هنا ربع كباية من الخل وسبتها بقى كده لمدة نصف ساعة هتنزل اي حاجة فيها برجع كده اديها شطفة ورحتها جميلة جميلة بجد يا جماعة جربوا الطريقة دي وبجد هتعجبكو وانجربتوها ونفعت معاكو ياريت تدعموني باللايك والشير واشتركوا في القناة وفعالوا الجرس شايفين الجمال يا جماعة اتمنى ان انتو تحطوا اللايك والاشتراك لاني نفس اكبر بيكم ومعاكم اترككم في رعيتي لو امنوا شكرا